التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيان رئيس الدولة حفظه الله صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية على هامش اعمال مؤتمر كوب 28 الذي بدأ اليوم في دولة الامارات ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مدينة اكسبو دبي بزيارة جلالة الملك تشارلز الثالث الى دولة الامارات ومشاركته في اعمال المؤتمر مثمنا الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وبحث الجانبان خلال اللقاء اوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي وتطرق اللقاء الى اهمية كوب 28 في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخية بما يصب في مصلحة جميع دول العالم ويلقي جلالة الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد غدا ضمن برنامج اعمال الدورة 28 من المؤتمر مرة